السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني بالمدارس الصناعية قسم الإلكترونيات أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة الدوائر الإلكترونية وهنتكلم برضو بشكل عام زي الحلقة اللي فاتت زي ما قولنا قبل كده أن احنا في الحلقات دي بنتكلم بشكل عام عن المنهج وبنعرف أولادنا الطلبة والطالبات بالمحتوى بتاع المنهج اللي هيدرسوه في العام الدراسي المقبل إن شاء الله وعلى يعني بداية دخول الدراسة كده إن شاء الله هتبقى الحلقات اللي جاية هيبقى شرح المنهج بالتفصيل كل درس طبعا بالتفصيل ونركز على الحاجات المهمة والنهاردة هنتكلم على الباب التاني في مادة الدوائر الإلكترونية وبيتكلم عن دوائر المكبرات يمكن إحنا في الحلقة اللي فاتت كنا برضو تكلمنا كده بشكل عام عن الباب الأول في مادة الدوائر الإلكترونية وكنا تكلمنا عن مصادر التغذية وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت إن المادة أساسا اللي هي مادة الدوائر الإلكترونية من اسمها إنها بتتكلم عن إيه؟ عن الدوائر الإلكترونية والدوائر الإلكترونية دي مختلفة يعني أي جهاز إلكتروني زي مثلا الراديو الموبايل الريسيفر الكمبيوتر التلفزيون أي جهاز إلكتروني هنلاقي بيتكون من إيه؟ من دوائر إلكترونية والدوائر الإلكترونية دي يتكل دايرة بيبقى ليها وظيفة معينة وليها طريقة عمل معينة وبتتكون برضو من مكونات معينة ويمكن احنا كنا خدنا في حلقة قبل كده عرفنا العناصر الالكترونية اللي بتتكون منها الدوائر الالكترونية وتكلمنا عنها برضو بالتفصيل شوية زي المقاومات والمكسفات والترانزستورات والدوائر المتكملة وعرفنا كل عنصر منها وظيفته ايه وبيشتغل ازاي في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مصادر التغذية وزي ما قلنا ان اي جهاز زي مثلا الموبايل هتلاقي ليه مصدر تغذية ومصدر التغذية دوت يعني المصدر اللي بيوفر الطاقة القهربية لتشغيل الدوائر الالكترونية بتاعة الجهاز ده فالموبايل على سبيل المثال هنلاقي ليه شاحن طبعا والشاحن دوت احنا بنستخدمه علشان نشحن البطارية بتاعة التليفون طيب هو الشاحن دوت عبارة عن ايه احنا لو فتحناها هنلاقي فيه دائرة الالكترونية جوه دائرة الالكترونية ديت بنسميها مصدر تغذية وكان الغرض منها انها كانت بتحول طبعا الجهد المصدر اللي هو المتين وعشرين فولت بتخفضه لخمسة فولت وتوحده وتخليه طيار مستمر علشان نقدر نشحن به البطارية بتاعت التليفون وتشغله طبعا اي جهاز زي الراديو مثلا وزي التلفزيون برضو وزي الكمبيوتر بنلاقي ليه مصدر تغذية برضو وبتبعى الدائرة الإلكترونية بتاعته بتوفر الجهود اللزمة لتشغيل الدواير الإلكترونية اللي بتكون الجهاز الإلكتروني ده يعني مش لازم كلها طبعا تديني خمسة فولت ده نديت مثال بس لكن طبعا يعني كل دائرة إلكترونية وكل جهاز إلكتروني الدواير والعناصر بتاعته بتحتاجه إلى جهود مختلفة لتشغيلها فده كان بيتكلم على الباب الأول كان بيتكلم على مصادر التغذية ويمكن تكلمنا عنه يعني الحلقة اللي فاتت بالتفصيل شوية في دوائر تانية اسمها دوائر المكبرات من اسمها دوائر المكبرات وظيفتها ايه؟ انها بتقوم بتكبير جهد او طيار او قدرة اشارة كهربية دون المساس بقيمة التردد يعني معناها ايه؟ معناها ان لو اشارة كهربية ضعيفة زي مثلا الاشارة الصوتية احنا عارفين طبعا كلنا زي التليفون مثلا لما بنيجي نتكلم في التليفون فيه مايك الميكروفون ده بيعمل ايه؟ بيحول الصوت الى اشارات كهربية والاشارات الكهربية دي بتكون ضعيفة جدا فصعب نتعامل معاها وصعب ان احنا نقدر نرسلها وهي ضعيفة كده وصعب ان احنا نوصلها لسماعة ونسمع الصوت ويكون واضح فلازم بيكون فيه دوائر اسمها دوائر ايه؟ مكبرات الدوائر دي بتعمل ايه بقى؟ بتقوم بتكبير جهد وطيار وقدرة الاشارة الكهربية زي الاشارة الصوتية كده النتجة من الميكروفون دي عشان تبقى مناسبة ان انا بقى اقدر اتعامل معاها سواء اذا كنت هرسلها زي التليفون كده ما هو بيرسل الاشارات دي تلاس الكين عشان توصل لمسافات بعيدة واقدر اوصلها برضو لسماعة واقدر اسمع الصوت واضح ويكون عالي فالباب التاني بقى في مادة الدوائر الالكترونية بيتكلم بالتفصيل عن دوائر المكبرات بنعرف يعني ايه دايرة المكبر وانواعها او تصنيف المكبرات وبنعرف كمان المواصفات الفنية للمكبر يعني مثلا في دوائر تكبير زي المكبر الصوتي كده المكبر الصوتي ده ده جهاز احنا بنستخدمه علشان ممكن اوصله مايك ميكروفون وبنتكلم فيه فالصوت طبعا بيكون ضعيف المكبر دوت بيكبر الاشارة الصوتية ديت بقيمة كافية وقدر اوصله لسماعات ساوند كبيرة وقدر اسمع الصوت عالي جدا فدايرة المكبر ديت او المكبر الالكتروني ممكن اشتريه بيبقى جهاز منفصل اسمه مكبر طيب لما اجي اشتريه هروح اقول انا عايز مكبره خلاص ولا ليه مواصفات طبعا ليه مواصفات لازم نذكرها زي اي جهاز لما بنيجي نشتريه لازم نقوله المواصفات بتاعته فمثلا المكبر دوت اقول انا عايز المكبر الالكتروني دوت مكبر ايه تردد عالي ولا تردد منخفض يبقى دي حاجة يبقى التردد طيب تاني حاجة نقول عرض النطاق الترددي وعرض النطاق الترددي ده بنقول عليه هو نطاق التردد اللذي يبدي فيه المكبر اعلى نسبة تكبير يعني بيبقى عنده تردد معين كده او حيز ترددي معين نلاقي ان دايرة التكبير ده تكبر لي اشارة بنسبة عالي طب لو التردد قل عنها نلاقي نسبة التكبير تقل طب التردد لو زاد عنها نلاقي برضو نسبة التكبير ايه تقل فيبقى عرض النطاق الترددي ده لازم برضو بنحدده طيب في ايه تاني من المواصفات برضو بتاعت المكبرات الكسب الكسب اللي هي نسبة التكبير هو المكبر ده هيكبر الاشارة دي تقدي ايه هيكبرها كم مرة كم ضعف فبرضو نسبة التكبير ديت لازم نحددها طيب في ايه تاني معاوكة الدخل ومعاوكة الخارج المكبر ده لي دخل وليه خارج فالدخل لي مقاومة لازم برضو نكون محددينها المقاومة ديت اللي احنا بتاعت الدخل دي كمتها كم قوم مقاومة الخارج كمتها قديه كم قوم فلازم نحددها طبعا ليه عشان الاجهزة اللي هتتوصل للمكبر ده هو سواء في الدخل او في الخارج لازم يتعمل لها توافق مع دخل وخرج المكبر يعني ايه يعني مثلا انا بوصل الخارج المكبر هوصله لسماعة طب السماعة ديت مقاومتها قدي ايه كم قوم مثلا وليكن عشرة قوم طيب الخارج بتاع المكبر مقاومته كم فانا لازم اكون عارفها مقاومة الخارج يقومتها كم عشان اقدر اعمل لها ايه توافق وتكون مناسبة للسماعة اللي هتتوصل لها ودي بنسميها ايه عمل موأمة بين الممانعات عشان ما يحصلش فقد في القدرة الكهربية والاشارة ما يحصلش فيها تشويه طيب اكده عارفنا ايه ممانعة الدخل وممانعة ايه الخارج في حاجة كمان من المواصفات الفنية بتاعت المكبرات اسمها ايه معامل التشويه معامل التشويه ده نسبة الشوشرة بنقول عليها كده باختصار نسبة الاشارة للشوشرة طيب معناها ايه كل مكبر بيبقى ليه نسبة تكبير معينة وتكون نسبة التشويه في الاشارة النتجة في حدود معينة يعني ايه المكبرات الصوتية مثلا اللي هي ذات الاداء العالي يعني الكفاءة بتاعتها عالية نسبة التشويه او نسبة الشوشرة فيها بتكون ضعيفة قليلة بتبقى اقل من 2% او 3% فهنا نسبة التشويه دي او الشوشرة دي احنا ما نقدرش نلاحظها في الصوت لكن لو نسبة الشوشرة او نسبة التشويه زادت عن 6% او 8% فهنا بقى نقدر ان احنا نسمع صوت الشوشرة ديه في الخارج زي بالزبط كده لو انت مثلا شغل راديو وتيجي عند محطة معينة وانت ايه الصوت كده يعني ايه مناسب كويس فتلاقي الصوت حلو وما فيش شوشرة وما فيش وش ولا حاجة طب فبعد الاحيان لو رحت معالي الصوت قوي اسمع كده الصوت بتاع المحطة هتلاقي الصوت برضو عالي عالي بس نسبة الشوشرة زادت بقى فيه زنة كده في الصوت فهنا يبقى المكبر اللي هنا نسبة الشوشرة اللي فيه ايه عالية او معامل التشويه بيكون كبير شوية وده طبعا يعتبر عيب يعني كلما نسبة التشويه تكون عالية ده طبعا بيقلل من الكفاءة والجودة بتاعة دايرة المكبر لازم معامل التشويه يكون ايه نسبته ايه قليلة عشان نسبة الشوشرة تبقى ضعيفة طيب في حاجة اسمها تصنيف المكبرات يعني أنواع المكبرات مثلا لما جي أتكلم على المكبرات ممكن أصنف المكبرات بكذا طريقة يعني إيه ممكن أصنف المكبرات من حيث التردد فأقول في عندي مكبر تردد منخفض والنوع الثاني مكبر تردد عالي والنوع الثالث مكبر زونتاك تردد عريض طيب معناهم إيه برضو كده باختصار مكبر تردد منخفض يعني معناه يستطيع تكبير الإشارات الضعيفة الترددات الضعيفة اللي هي الترددات المنخفضة زي الترددات الصوتية كده يعني بتكون في حدود من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز فبقى ده نسميه مكبر إيه؟ صوتي أو مكبر تردد منخفض طيب في مكبرات تانية بتستطيع تكبير الإشارات ذات الترددات العالية ترددات العالية ديه ممكن توصل لـ 30 ميجا هرتز زي مثلا المكبرات المرئية مكبرات الإشارة المرئية في مكبرات طبعا بتبقى في دوائر التلفزيون وفي مكبرات في دوائر الراديو مثلا بتبقى طبعا بتتعامل مع إشارات تردداتها عالية فهنا بنسميه مكبر إيه؟ مكبر تردد عالي طب النوع التالت اسمه مكبر زونتاك تردد عريض يعني معنى إيه؟ يعني معنى بيستطيع تكبير الإشارات اللي تردداتها بتبدأ من قيمة منخفضة وتنتهي عند قيمة عالية طبعا أنواع المكبرات ديت كلها بتبقى موجودة في الدوائر الإلكترونية وفي الأجهزة الإلكترونية زي ما قلنا يعني مثلا الراديو فيه نوع واحد من المكبرات؟ لا طبعا ده هنلاقي فيه مكبر تردد عالي وهنلاقي فيه مكبر تردد إيه؟ صوتي خلاص وهنلاقي فيه أنواع تانية من المكبرات لما بنجي نصنفها بطريقة تانية فنصنفها لإيه؟ حسب القيمة المكبرة يعني حسب قيمة الإشارة طب هصنفها إزاي؟ ممكن أقول مكبر أولي ده أول نوع أو مكبر ابتدائي يعني إيه؟ يعني ده بيكون أول مرحلة من مراحل التكبير وده بيستخدم لتكبير الإشارات الضعيفة جدا مثل الإشارات الصادرة من مايكروفون يعني مايك لما بنجي نتكلم زي ما قلت في الميكروفون بيحول الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كهربية الإشارات ديات بتكون ضعيفة جدا فمحتاجة داير التكبير عشان تقدر تكبرها أول مرحلة بقى من مراحل التكبير دي اسمها إيه؟ مكبر أولي المكبر ده حساسيته بتكون عالية ويستطيع تكبير الإشارات الضعيفة جدا طيب النوع الثاني بقى من المكبرات على حسب القيمة المكبرة برضه قيمة الإشارة يعني المكبرة هنلاقي فيه مكبر اسمه مكبر حافز طيب المكبر الحافز ده معناه إيه؟ ده بيكون تاني مرحلة من مراحل التكبير يعني بيربط قبله إيه؟ مكبر ابتدائي ليه؟ عشان المكبر الحافز ما يقدرش يكبر الإشارات الضعيفة جدا فيبقى لازم يتحطي قبله دايرة مكبر أولي يكبر الإشارة الضعيفة جدا بقيمة مناسبة عشان تقدر تشغل مين؟ المكبر الحافز فالمكبر الحافز يضعفها ويكبرها أكتر نجي بقى نشوف تالت نوع من المكبرات حسب قيمة الإشارة المكبرة فهنلاقي فيه نوع اسمه مكبرات القدرة مكبرات القدرة دي بقى هي آخر مرحلة من مراحل التكبير يعني إيه؟ يعني بيكبر قدرة الإشارة الكهربية عشان نقدر نوصلها لحمل معين عشان نقدر نشغله مثلا زي المثال اللي أنا قلته من شوية المكبر الصوتي فهيبقى عندي آخر مرحلة مكبر قدرة مكبر قدرة برضو إيه؟ للتردد الصوتي فهيكبر الإشارة اللي نتجة منين من المكبر الحافز ويكبر القدرة بتاعتها بقيمة مناسبة عشان تشغل مين؟ عشان تشغل السماعة اللي هو الحمل بتاعي يبقى كده عندي ثلاث أنواع من المكبرات حسب قيمة الإيه؟ الإشارة المكبرة مكبر اتدائي أو مكبر أولي وبعدين مكبر حافز وبعدين مكبر قدرة ممكن نصنف دوائر المكبرات دي بطريقة تانية على حسب إيه؟ مرتبة التشغيل يعني إيه؟ في مكبرات بنسميها مكبرات كلاس إيه أو صنف ألف طيب مكبرات كلاس إيه؟ بتقوم بتكبير الإشارة كاملة 360 درجة يعني بتكبر الموجة كاملة يعني إيه؟ إحنا عارفين طبعاً الموجة الجايبية اللي هي الإشارة المتغيرة بتكون عبارة عن إيه؟ نص موجب وبعدين نص إيه؟ سالب وبعدين كده بتتكرر هنا المكبر ده بيقدر أنه هو يكبر لي الموجة كاملة يعني إيه؟ يكبر النص الموجب ويكبر النص إيه؟ السالب فبنسميه مكبر خلاص يعمل بدرجة كلاس إيه؟ طيب النوع الثاني اسمها مكبرات تعمل بدرجة كلاس بي ومكبرات كلاس بي ديت بتستطيع تكبير نصف الموجة يعني إيه؟ الموجة زي ما قلت الموجة الجايبية نصف موجب ونص إيه؟ سالب إحنا عارفين طبعاً إن المكبر بيقى العنصر الأساسي فيها هو الترانزيستور فالترانزيستور هنا بيتم اختيار نقطة التشغيل بتاعته بحيث إنه يكبر لي نصف الموجة طب نصف الموجة أنهي ممكن تبقى النصف الموجة أو النصف الايه؟ السالب طب حد هيقول لي طب ما أنا كده يبقى ضيعت الإشارة أنا كده هكبر نصف الموجة بس طب والنصف الثاني لا هنا بقى بنستخدم في الدواير اللي هي تعمل بدرجة كلاس بي بنستخدم اتنين ترانزيستور ودي بنسميها مكبرات تعمل بنظام الدفع والجذب الاتنين ترانزيستور دول واحد منهم بيكبر النصف الموجة من الموجة اللي داخلة والترانزيستور الثاني بيكبر النصف السالب فبكده بقدر أكبر الإشارة كاملة برضو ويمكن المكبرات ديت اللي هي بتعمل بنظام الدفع والجذب بتستخدم فيه مكبرات القدرة وهي طبعا يعني تعتبر أفضل من المكبرات اللي بتعمل بدرجة كلاس A عشان طبعا يعني فيه مميزات لها هناخدها في وقتها ويمكن يعني بتوفر كمان فيه القدرة الخارج القدرة المستهلكة القدرة الكهربية لين ما بقاش فيه فقد في القدرة يعني طيب النظام التالت بقى اللي هي مكبرات تعمل بدرجة كلاس A B كلاس A B يعني إيه؟ يعني دايرة المكبر هنا بتستطيع تكبير نصف الموجة وجزء من النصف الآخر يعني أكبر من 180 درجة وأقل من 360 درجة يعني بتكبر إيه؟ بتكبر نصف الموجة الموجب وجزء صغير من النص السالب أو العكس ممكن يكبر النص السالب وجزء صغير من النص الموجب المكبرات ديت برضو بتستخدم بنظام الدفع والجذب التتابعي برضو بيبقى فيه تنينترانزيستور واحد منهم يكبر النصف الموجب والتاني بيكبر النصف الايه السالب عشان برضو بنيستطيع تجبير الاشارة ايه كاملة ويمكن النظام ده بيعالج عيب كان موجود في النظام اللي قابله اللي هو المكبرات اللي بتعمل بدرجة كلاس بي اخر نوع من دوائر المكبرات اللي هي على حسب درجة التشغيل او مرتبة التشغيل هنسميها مكبرات كلاس سي او صنف جيم طيب مكبرات كلاس سي ديت معناها ايه دي بقى بتستطيع تجبير جزء من نص الموجة يعني ايه اكبر من الصفر واقل من المية وتمانين درجة يعني الموجة مثلا النص الموجب هي مش هتكبره كله هتاخد جزء من النص الموجب دو اكبر من الصفر واقل من المية وتمانين درجة فالخرج بتاعها كده هيشبه النبضة ودي في الغالب بنستخدمها في مكبرات التردد العالي فيمكن كده احنا ايه خدنا فكرة سريعة عن يعني تصنيف المكبرات وانواعها تعالوا نبص على الشاشة كده ونشوف واحدة واحدة كده مع بعض الكلام اللي احنا قلناه عندي طبعا دوائر المكبرات تعريف دايرة المكبر بنقول هي عبارة عن ايه دائرة الكترونية تستخدم لتكبير او زيادة مستوى اشارة كهربية دون المساس بقيمة التردد يعني معناها ان الاشارة اللي داخل بيتم تكبير الجهد او الطيار او القدرة الكهربية لكن التردد اللي هو العدد الزبزبات يفضل ثابت زي ما هو طيب نبص كده الرسمة الصغيرة البسيطة دي بنتوضح لي ايه ادي دائرة المكبر ليها دخل الدخل هنا عبارة عن ايه اشارة متغيرة موجة جايبية هي قدامنا طب نبص كده اشارة الخارج زيها بالزبط ولكن مكبرة زي ما احنا شايفين الاتساع بتاع الاشارة هو اللي زاد يعني جهد الاشارة زاد اهو النص الموجة بزاد لفوق والنص السالب زاد ايه لتحت لكن عدد الزبزبات لا زي ما هي ما تغيرتش لو انتو خدتوا بالكو كده شوف اشارة الدخل هنا ادي دول كم زبزبة اتنين ادي نص موجة بنص سالب دي بنسميها زبزبة والتانية نص موجة بنص سالب دي زبزبة تانية طيب اللي خارج زيها بالزبط برضو عبارة عن ايه زبزبتين يبقى كده معنى كده ايه ان التردد ما تغيرش لكن مين اللي تم تكبيره جهد الاشارة ده مثال بيوضح لي دايرة مكبر صوتي زي ما احنا شايفين ده كده جهاز المكبر الصوتي والجهاز دوت طبعا بيبقى فيه من جوة دايرة تكبير وهندرسها طبعا بالتفصيل ان شاء الله طيب الدخل بتاع المكبر نبص كده هنا متوصل بايه ميكروفون مايك عشان زي ما انا قلت لما بنتكلم قدام الميكروفون الميكروفون دوت بيحول الزبزبات الصوتية او الاهتزازات الصوتية بيحاولها لاشارة كهربية والاشارة دي بتكون ضعيفة فلازم نوصلها لدائرة ايه دائرة مكبر او الاشارة كده هي بيتم توصلها المين للمكبر يوم بتكبيرها وبعد كده بنوصلها المين للسماعة سماعة كبيرة القدرة بتاعتها عالية فبالتالي هتديني صوت ايه عالي وطبعا البطارية دي بتعبر عن ايه مصدر التغذية اللي بيوفر الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل مين لتشغيل دائرة المكبر ده الكلام اللي احنا اخدناه بقى في الباب الاولاني لما قلنا مصادر التغذية اي جهاز الكتروني بيحتاج الى ايه مصدر تغذية مصدر التغذية ده ممكن يكون بطارية او يكون دائرة الكترونية دائرة توحيد بتعمل ايه بتوحد جهد المنبع وبتخفضه للقيمة المناسبة علشان تشغلي طبعا الدايرة الالكترونية بتاعت الجهاز بتاعي تصنيف المكبرات زي ما قلنا من شوية اقدر اصنف المكبرات من حيث المادة الترددية اصنفهم لايه مكبر تردد منخافض زي ما احنا قلنا مكبر تردد منخافض يعني يستطيع ايه تكبير الاشارات زي الترددات المنخافضة زي المكبر الصوتي يكبر الاشارة اللي ترددها من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز مثلا طيب النوع التاني مكبر تردد عالي مكبر التردد العالي يبقى يستطيع تكبير الاشارات اللي ترددها عالي خلاص طيب ترددها عالي قد ايه ممكن توصل زي ما قلت لميجا هرتز 10 ميجا 20 ميجا 30 ميجا هرتز طيب النوع التالت مكبر زونتاق تردد عريض ومكبر زونتاق تردد عريض يعني يستطيع تكبير الاشارات اللي ترددها بيبدأ من قيمة منخافضة وينتهي عند قيمة عالية من التردد زي مكبرات الاشارة المرئية ممكن اصنف المكبرات بطريقة تانية من حيث قيمة الاشارة المكبرة اول نوع هيكون مكبر اولي او مكبر ابتدائي وده بيكون اول مرحلة من مراحل التكبير وحساسيته بتكون عالية ويستطيع تكبير الاشارات الضعيفة جدا زي الاشارات الصادرة من ايه من المايكروفون طيب النوع التاني هنسميه مكبر حافز مكبر الحافز ده بيربط قبله مكبر اولي يعني ده بيكون تاني مرحلة من مراحل التكبير ليه؟ لأنه ما بيستطيع لا يستطيع تكبير الاشارات الضعيفة جدا فلازم يربط قبله مكبر اولي عشان يكبر الاشارة بقيمة مناسبة وبعد كده يوصلها المين؟ للمكبر الحافز مكبر الحافز بقى بيكبر الاشارة بقيمة مناسبة عشان يشغل مين؟ مكبر القدرة يبقى مكبر القدرة هنا اخر مرحلة من مراحل التكبير وده بيكون بتكبير قدرة الاشارة الكهربية بيحس يكون مناسبة لتشغيل حمل معين زي مثلا السماعة اللي احنا شفناها في المثال اللي فات وقادي الشكل ده بيوضح لي الثلاث مراحل بتوع المكبرات اللي كانوا موجودين في جهاز المكبر الصوتي قادي المايكروفون وبعدين مكبر اولي وبعدين تاني مرحلة مكبر حافز وبعدين تالت مرحلة مكبر قدرة وبعدين في الاخر السماعة زي ما احنا شايفين شكل الاشارات كده على الرسم هنلاقي الاشارة النتجة من الميكروفون ضعيفة يعني جهدها ضعيفة طيب لو وصلناها للسماعة على طول ممكن السماعة تشغلش خالص مش هنسمع اي صوت فنعمل ايه نروح موصلين دايرة مكبر اولي فيكبر الاشارة الضعيفة دي بقيمة مناسبة لتشغيل مين المكبر الحافز المكبر الحافز يكون بتكبير جهد الاشارة النتجة من المكبر الاولي اللي هي الاشارة الصوتية دي بقيمة مناسبة عشان تشغل مكبر القدرة وبعدين مكبر القدرة يقوم بتكبير بقى قدرة الاشارة الكهربية زي ما احنا شايفين بقيمة مناسبة لتشغيل مين الحمل اللي هو هنا في المثال دا مين السماعة وطبعا يعني كل الأجهزة الإلكترونية هنلاقي فيها مراحل التجبير دي بتبقى موجودة يعني ما بتبقاش مرحلة واحدة بتبقى المكبرات عادة بتكون عبارة عن إيه؟ مراحل متعددة ممكن يبقى مرحلتين أو ثلاث مراحل أو أكتر على حسب طبعا الجهاز بتاعي لو جينا نصنف المكبرات زي ما قلنا من شوية ممكن أصنفها من حيث نقطة التشغيل طيب هصنفها من حيث نقطة التشغيل أو مرتبة التشغيل هصنفها لإيه؟ أول حاجة مكبرات تعمل بدرجة كلاس A وزي ما قلنا كلاس A دوت يعني يستطيع تكبير الإشارة كاملة الموجة كاملة 360 درجة يعني يكبر النصف الموجة والنصف السالب النوع الثاني مكبرات تعمل بدرجة كلاس B أو مرتبة B طيب المكبرات ديت بتستطيع تكبير إيه؟ نصف الموجة يعني 180 درجة من إشارة الداخل يعني إيه برضو؟ يعني يكبر النصف الموجة من الموجة أو النصف السالب علشان كده زي ما قلت إن المكبرات ده هي اللي تعمل بدرجة كلاس بيه بتستخدم فيه مكبرات تعمل بدرجة دفع والجزب يعني بيبقى فيه عندي اتنين ترانزيستور واحد منهم يكبر النصف الموجة والترانزيستور التاني يكبر النصف السالب ثالث حاجة مكبرات تعمل بدرجة كلاس A B طيب ده المكبر ده بيستطيع تكبير أكبر من نصف الموجة وأقل من الموجة الكاملة يعني إيه؟ يعني يستطيع تكبير النصف الموجة وجزء صغير من النصف السالب أو العكس يعني يقدر يكبر النصف السالب وجزء صغير من النصف الموجة طيب هنا المكبرات دي برضو اللي بتعمل بدرجة كلاس A B بتستخدم بنظام الدفع والجزب التتابعي برضو بيقى اتنين ترانزيستور واحد منهم يكبر النصف الموجة والتاني بيكبر النصف السالب والجزء الصغير اللي بيكبره من نصف الموجة التانية ده بيعالج عيب كان موجود فيه مكبرات اللي هي بتعمل بدرجة كلاس B كان بيحصل فيه نسبة تشويه في الإشارة فالمكبرات اللي هي تعمل بدرجة كلاس A B بتعالج العيب ده النوع بقى الرابع مكبرات تعمل بدرجة كلاس C وهنا المكبرات دي بتستطيع تكبير جزء من نصف الموجة يعني ايه؟ يعني اكبر من الصفر واقل من 180 درجة يعني بيكبر جزء صغير من الموجة والخرج بتاعها بيشبه النبضة والمكبرات دي بتستخدم في الغالب في دوائر المزبزبات وفي دوائر المكبرات اللي هي مكبرات تردد العالي لو جينا نقول ما هي المواصفات الفنية المكبرات انا لما اجا اشتري دايرة تكبير ايه المواصفات اللي اذكرها؟ اول حاجة الكسب الكسب اللي هو نسبة التكبير زي ما قلنا من شوية كل مكبر وليه نسبة تكبير معينة انا عايز بقى دايرة التكبير اللي انا هشتريها ديت او جهاز المكبر ده نسبة التكبير بتاعته كم؟ مثلا لو مية يبقى معناه ايه؟ يكبر الاشارة مية ضعف يعني الاشارة اللي داخلة لو كان جهدها واحد ميلي فولت لما يكبرها هيكبرها مية مرة يبقى واحد في مية بكام؟ بمية فتخرج كام؟ مية ميلي فولت يبقى كده الكسب معناه ايه؟ الكسب معناه نسبة التكبير نسبة التكبير ويمكن الكسب دوت بنحسبه ازاي؟ بنقول جهد الخارج على جهد الدخل يعني نقسم جهد الخارج على جهد الايه؟ الدخل يديني نسبة التكبير على طول يعني مثلا لو انا عندي اشارة الدخل بتاعت المكبر جهدها اتنين ميلي فولت مثلا اتنين ميلي فولت طيب واشارة الخارج طلع كام؟ طلع 200 ميلي فولت يبقى اشارة الدخل اتنين ميلي واشارة الخارج بتاعت المكبر فقول ايه؟ 200 اللي هو جهد الخارج على جهد الدخل اللي هو كان كام اتنين يبقى متين على اتنين فيها الكام 100 يبقى نسبة التكبير هنا بتاعة المكبر ده كام 100 يعني معناه انه يكبر الإشارة 100 ضعف وطبعا في مكبرات نسبة التكبير بتاعتها تبقى عالية جدا أعلى من كده بتوصل لألاف طبعا طيب تاني حاجة من المواصفات الفنية عرض النطاق الترددي عرض نطاق الترددي زي ما قلنا من شوية هو نطاق التردد الذي يبدي فيه المكبر أعلى نسبة تكبير طيب لو التردد قل عن القيمة ديت بتاعة الإشارة فنلاقي نسبة التكبير ايه تقل لو التردد بتاعة الإشارة زاد عن القيمة دي فنلاقي نسبة التكبير برضو تقل يبقى عرض نطاق الترددي هو نطاق التردد الذي يبدي فيه المكبر أعلى نسبة ايه تكبير طيب رقم 3 معامل التشويه أو نسبة التشويه ونسبة التشويه طبعا أي دايرة مكبر لازم بيقى فيها نسبة تشويه أو نسبة شوشرة نسبة التشويه دي في المكبرات اللي هي الكفاءة بتاعتها بتكون عالية لازم تكون نسبة التشويه تكون ايه ضعيفة تكون قليلة وخاصة في المكبرات الصوتية في المكبرات الصوتية زي ما قلنا من شوية ذات الأداء العالي نسبة التشويه فيها بتكون أقل من 2% فهنا ما نقدرش نسمع صوت الوش او الشوشرة في الصوت لكن لو نسبة التشويه زادت عن 6 او 8% بنقدر ان احنا نلاحظ الصوت يبقى فيه شوشرة او زن طب من المواصفات الفنية ايه كمان؟ قدرة الخارج قدرة الخارج والقدرة ديت طبعا بالوات طيب ودي بنعرفها ليه او بنحسبها ليه عشان نشوف المكبر ده هيقدر يشغل حمل القدرة بتاعته قد ايه كم وقت؟ يعني مثلا في المثال اللي كان قدامنا على الشاشة من شوية دايرة المكبر لا دايرة المكبر خلاص كان قدامي جهاز مكبر صوتي ومتوصل لسماعة طب ما هي السماعة احنا عارفين انه بقى لها قدرة كهربية بتتحسب طبعا بالوات فالسماعة ديت لو القدرة بتاعتها صغيرة فالصوت بتاعتها بيقى ضعيف طب لو سماعات كبيرة والصوت بتاعتها عالي فبنلاقي ان القدرة الكهربية بتاعتها ايه عالية انا بقى دايرة المكبر بتاعتي او جهاز المكبر الصوتي ده انا هجيبه علشان يشغل سماعة صغيرة ولا سماعة كبيرة فلازم القدرة الكهربية بتاعته اللي هي قدرة الخارج بتاعت المكبر تكون مناسبة للحمل اللي هيشغله يعني مثلا السماعة لو القدرة بتاعتها مثلا عشرة وات يبقى دايرة المكبر ماينفعش اجيبها تكون القدرة بتاعتها اقل من عشرة وات ليه؟ انها بالتالي انها بالتالي الخارج بتاعها هيبقى ضعيف فمش هيشغل السماعة بالدرجة المطلوبة طيب من المواصفات الفنية برضو معاوكة الدخل والخارج او ممانعة الدخل والخارج كل دايرة تكبير ليها دخل وليها ايه؟ خارج الدخل بقى ليه مكاومة والخارج ليه مكاومة لازم بنحدد المكاومات دي طبعا عشان نقدر نعرف هتوصل ليه اذا كان الخارج هتوصل لحمل برضو مكاومته قد ايه كم قوم والدخل هيتوصل ليه اه الجهاز اللي هيتوصل في الدخل مثلا زي الميكروفون الممانعة بتاعته او المكام بتاعته قد ايه؟ من المواصفات الفنية برضو التغذية يعني جهد التغذية يعني هو دايرة المكبر ديه علشان نشغلها هي مش محتاجة جهد تغذية عشان تشغل يعني ممكن نشغلها ببطارية او ممكن تشغل بمصدر تغذية زي ما خدنا في الباب الاول كده طيب هتشغل على كم فولت؟ يعني دايرة المكبر دي شغل تسعة فولت؟ ولا عشرة فولت؟ ولا اكتر؟ وطبعا الجهد دا بيختلف برضو على حسب القدرة الكهربية بتاعت دايرة الايه؟ المكبر يعني لو كان انا عندي دائرة المكبر او جهاز المكبر دوت القدرة بتاعته صغيرة فبالتالي جهد التغذية بتاعته بيكون ايه صغير لكن لو الجهاز المكبر القدرة بتاعته القدرة القهربية بتاعته قدرة الخارج عالية فبالتالي لازم جهد التغذية بتاعته بيكون ايه بيكون عالي فبقى لازم نحدد برضو في المواصفات الفنية التغذية اللي هي الجهد والطيار يعني طيب جهد الخارج اخر حاجة بقى في المواصفات الفنية اللي هي جهد ايه جهد الخارج يعني دائرة المكبر دي اقصى كما الجهد الخارج بتاعها كم فولت ده مثال قدامي بيوضح لي مواصفات فنية لمكبر تردد سمعي مكبر صوتي يعني فنشوف هنا بيقول ايه معاوقة الدخل كام عشرة كيلو اوم معاوقة الخارج اربعين اوم الاستجابة الترددية اللي هو عرض النطاق الترددية بص من كم لكم من اربعة كيلو هرتز الى متين كيلو هرتز يبقى المكبر هنا هيستطيع تجبير الاشارات اللي بتنحصر ما بين الترددين دول بقييمة عالية قدرة الخارج مية ميلي وات التغذية اتناشر فولت يبقى الجهاز دوت ده المكبر الصوتي ده هيحتاج جهود التغذية كام اتناشر فولت عند طيار كيمة الطيار كام خمسين ميلي امبير في دايرة بسيطة كده معانا بتوضح لي بقى دايرة المكبر دي بتتكون من ايه انا قلتلكم من شوية ان العنصر الاساسي في دوائر المكبرات عبارة عن ايه ترانزيستور وطبعا في دوائر متكملة كمان بتستخدم كمكبرات يعني زي المكبر التشغيلي طيب هنا الترانزيستور زي ما احنا شايفين والترانزيستور اللي قدامنا دوت نوعه NBN زي ما احنا شايفين الساهمة هوت للخارج طرف المشاع الترانزيستور ده متوسل بطريقة المشاع المشترك احنا عارفين ان الترانزيستور طبعا بقى ليه ثلاث اطراف الطرف اللي فوق اللي هو مكتوب عليه C ده الكلكتور او المجمع والطرف اللي في النص دي اسمها القعدة او البيز والطرف اللي تحت اللي هو اللي عليه الساهم ده اسمه الامتر او المشاع ترانزيستور طبعا علشان يشتغل بيكون محتاج لجهد انحياز امامي وجهد انحياز عكسي طيب عندك وصلة القعدة والمشاع تتوصل في انحياز امامي شايفين البطارية الصغيرة اللي تحت دي طبعا الطرف الشرطة الطويلة ديت يعني المجب والشرطة الصغيرة دي يعني السالب لو بصينا هنا هنلاقي السالب متوصل مع مين مع المشاع طب هو المشاع دوت نوعه ايه ان مش احنا قلنا الترانزيستور ده نوعه ان بي ان فالمشاع ان يعني سالب متوصل هنا بمين بالجهد السالب والقعدة بي والترانزيستور قلنا ايه ان بي ان فاللي في النص بي يعني موجب متوصلة بمين هنا بالموجب بتاع البطارية يبقى وصلة المشاع والقعدة متوصلة في انحياز ايه امامي لو بصينا بقى كده لوصلة المجمع لا بتوصل في انحياز عكسي والجهد بتاعها كمان بيبقى كبير طيب نبص كده الترانزيستور ده احنا قلنا انه ايه ان بي ان فالطرف المجمع برضه نوعه ايه ان بص بقى هنا كده متوصل بايه بالطرف الموجب يعني متوصل في انحياز عكسي وطبعا الجهد ده زي ما قلنا بيقى جهد ايه كبير اكبر من جهد الانحياز الامامي طيب دي كده جهود الانحياز اللي هتشغل الترانزيستور انا بقى لما باجي اوصل اشارة دخل هنا شايفين الاشارة الضعيفة اللي دخلة دي موجة جايبية هيه زي الاشارة الصوتية كده نص موجب ونص ايه سالب الاشارة دي لما تدخل هنا And interes and living it llegada وتتوصل لقاعدة الترانزيستور ممكن تتبقى جايبا من ميكروفون زي المثال اللي احنا قلنا من شوية طيب النص الموجب ده لما يجي يدخل هنا عند القاعدة هيعمل ايه هيزود جهد الانحياز العمامي معشان لانحياز الامامي هنا موجب طيب لما يجي النص السالب هكذا يعمل ايه في جهد الانحياز الامامي هيقلل جهد الانحياز الامامي يعني معنى كده ايه عند توصيل اشارة متغيرة الى قاعدة الترانزيسور فبتعمل ايه فانها تؤثر فانها تؤثر على جهد الانحياز الامامي للقاعدة بالزيادة او النقصات وبالتالي ايه اللي هيحصل يتغير طيار المجمع ما احنا عارفين ان طيار المجمع الطيار اللي بيمر كده من المجمع وينزل يروح ايه ناحية المشاعة كده بنتحكم فيه من خلال مين جهد الانحياز الامامي او طيار القاعدة طيب طالما ان الانحياز الامامي اتغير زاد وقال فطيار المجمع هيحصل له ايه هيتغير برضو بالزيادة والايه والنقصان فنحصل في الخارج على ايه بقى؟ على اشارة مكبرة صورة طبق الاصل من اشارة الدخل ولكن باختلاف في زاوية الوجه 180 درجة يعني زي ما احنا شايفين كده النص المجب هنا خرج هنا نص ايه سالب والنص السالب يخرج نص ايه مجب يبقى معنى كده ان الترانزيسور بتاعي يقوم بتجبير جهد الاشارة ولكن بيعمل اختلاف في زاوية الوجه 180 درجة لو حطينا مرحلة تكبير تاني يعني ترانزيسور تاني بعده هيكبر الاشارة دي مرة كمان ويعكسها مرة كمان فيرجعها تاني تبقى ايه؟ يتعكس يبقى مجب والنص المجب ده يتعكس يبقى سالب يبقى اشارة الدخل تبقى بالزبط شكل اشارة ايه؟ الخارج مفيش اختلاف في زاوية الوجه لو كان في عندي مرحلتين لكن مرحلة واحدة زي كده بتعمل اختلاف في زاوية الوجه 180 درجة طيب كده احنا عرفنا هو الدائرة بسيطة خالص لدائرة مكبر باستخدام ايه؟ ترانزيسور واحد تعالوا نبص كده على طرق عمل الانحياز انا لسه اقل لكم من شوية ان اه بنوفر جهود الانحياز اللازمة لتشغيل الترانزيسور جهد انحياز امامي وجهد انحياز عكسي اللي احنا بنوفرهم طبعا من خلال مين؟ البطاريات اللي كانت موجودة في الدائرة طيب بنوصل مكومات بقى عشان ايه؟ اه توفرلي الجهود اللازمة لتشغيل الترانزيسور ده طب ما هي طرق عمل الانحياز؟ في عندي طريقتين فيه طريقة اسمها الانحياز السابت والطريقة الثانية اسمها الانحياز الزاتي الانحياز السابت والطريقة التانية اسمها الانحياز ايه؟ ذاتي طيب انحياز ثابت الطريقة دي مش كويسة ليه؟ بنقول انها غير مرضية للحصول على طيار قعدة زوكيمة محددة يعني ايه؟ يعني الطريقة ديه لو الترانزيستور سخن طبعا احنا عارفين ان الطيار الكهرابي لما بيمر في الترانزيستور بيترتفع درجة حرارته طب لو ارتفع الدرجة الحرارة فنلاقي ان الطيار اللي بيمر فيه زيد وبالتالي الترانزيستور يسخن اكتر وبالتالي الطيار يزيد اكتر فيسخن اكتر فيتحارق فيبقى الطريقة دي مش كويسة ليه؟ لانها لا توفر الاستقرار الحراري للترانزيستور طيب الطريقة الافضل منها بقى اسمها الانحياز الزاتي الانحياز الايه؟ الزاتي والطريقة دي طبعا هي الايه؟ الافضل عشان بتحافظ على نقطة تشغيل الترانزيستور بتحافز على نقطة تشغيل ايه؟ الترانزيستور وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة نبص بقى كده على الشاشة نشوف شكل الدايرة اللي قدامنا دي دي طبعا طريقة الانحياز الزاتي وقدامنا كده الترانزيستور نبص على الشاشة كده عندي الترانزيستور هنا متوصل بطريقة المشاعر المشترك زي الدايرة اللي فاتت البسيطة اللي احنا شفناها ولكن بقى احنا عملنا ايه؟ شوف حطينا هنا مقاومتين عند القعدة ده مجزق جهد اي دي المقاومة R1 والمقاومة R2 طيب مجزق الجهد دوت اللي هي R1 و R2 بتعمل ايه؟ بتجزق جهد المصدر اللي هو الجهد بتاع البطارية ال VCC تمام؟ بحيث توفر لجهد الانحياز المطلوب ما بين القعدة وبين المشاعر يعني جهد الانحياز الامامي المطلوب بيكون هو الجهد ايه؟ اللي ما بين القعدة والمشاعر اللي هو على المقاومة R2 والمقاومة R2 دي قيمتها بتكون ايه؟ صغيرة لكن المقاومة R1 اللي فوق بتكون قيمتها ايه؟ كبيرة ممكن تكون قيمتها اكبر من R12 عشر مرات يبقى R1 و R2 دول بيستخدموا لاتوفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزيستور طب نبص كده بقا عند مجمع الترانزيستور هنلاقي فيه هنا مقاومة اسمها RL المقاومة دي بتعمل ايه؟ بتوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزيستور تحت بقا عند المشاع فيه مقاومة هنسميها R E وفيه مكسف هنسميه C E المقاومة دي بتحافظ على الاستقرار الحراري للترانزيستور بتحافظ على ايه؟ على الاستقرار الحراري للترانزيستور العيب اللي احنا قلناه من شوية اللي كان في طريقة الانحياز السابت والمكسف اللي متوصل معها على التوازي ده اللي هو اسمه C E المكسف ده بيعمل ايه؟ بيقوم بتسريب بيقوم بتسريب الاشارات الغير مرغوب فيها للأرض يعني ايه اشارات او ترددات او شوشرة غير مرغوب فيها بيتم تسريبها للأرض علشان برضو يحافظ على جهد الانحياز الامام طيب ما هي طرق ربط المكبرات؟ انا قلتلكم من شوية ان وزي ما شفنا ان المكبرات بتبقى مراحل للتكبير هنوصل المراحل دي ازاي؟ يعني المرحلة الاولى اللي هو المكبر اللي ابتدائي هنوصله بالمكبر اللي بعده اللي هو الحافز والمكبر الحافز توصل بمكبر القدر هنربطهم ببعض ازاي المكبرات دي ايه؟ في عندي تلت طرق طريقة الاولانية اسمها الربط بمقاومة ومكسر طريقة التانية اسمها الربط بمحول الطريقة التالتة اسمها الربط المباشر وكل طريقة منهم ليها مميزاتها وليها عيوبها وليها استخدامها وهناخد الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات اللي جاية بس أنا حابب بس أورديكوا كده مثال لطريقة الربط بمقاومة ومكاسف شفتوا دايرة التكبير اللي احنا كنا لسه بنشرحها دلوقتي أو بنتكلم عنها أهيه شايفين الجزء اللي في الأول ده اللي هو يعتبر نص الدايرة الأولاني ده ده كده مكبر أهو متوصل بطريقة ايه ترانزيسور متوصل بطريقة المشاع المشترك ودي المقاومتين R1 وR2 بيوفروا جهد الانحياز الأمامي للقاعدة RL اللي فوق دي بتوفر جهد الانحياز العكسي للمجمع تحت فيه مقاومة اللي هي R3 والمكاسف C2 لتوفير الاستقرار الحراري وتثبيت جهد الانحياز الأمامي وتسريب طبعا الإشارات الغير مرغوب فيها عن طريق المكاسف C2 المكاسف C1 ده مكاسف الدخل يعني بيقوم بتمرير الإشارة المتغيرة المراد تكبيرها لقاعدة الترانزيسور طب ما هي الدائرة دي هي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها في الرسمة اللي فاتت طب بصوا بقا كده المرحلة التانية قادي ترانزيسور تاني هو خلاص اللي أنا بشاور عليه ده كده برضو زي المرحلة الأولى نفس المكونات هوصلهم ببعض ازاي واخدين بالكو هنا مكاسف الربط اللي هو اسمه C المكاسف ده هو تواخد من اين من عند مجمع الترانزيسور T1 يعني من خارج المرحلة الأولى اللي هو من عنده مقاومة الحمل اللي هي RL ومتوصل رايح لمين لقاعدة الترانزيسور التاني عشان كده عشان كده في الطريقة دي بنسميها الربط بمقاومة وايه ومكاسف المقاومة اللي هي مقاومة الحمل اللي هي RL والمكاسف اللي هو مكاسف الرابط اللي هو C وطبعا هنا بيستخدم المكاسف هنا لإيه لتمرير الإشارة المكبرة من خارج المرحلة الأولى إلى دخل المرحلة التانية لمضاعفة عملية التكبير وزي ما احنا شايفين إشارة الخارج هنا أهي بقت مكبرة بس إيه ناخد بالنا إن اللي داخل هنا كان نص موجب واللي خارج هنا إيه نص موجب برضو ليه عشان دائرة المكبر هنا دي مرحلتين فالمرحلة الأولى تعمل اختلاف في زاوية الوجه 180 درجة يعني تعكسها والمرحلة التانية تعكسها مرة كمان فاترجعها لي زي الأصل طيب كده إحنا يعني اتكلمنا بشكل عام النهاردة على دوائر المكبرات وخدنا فكرة كويسة عن طرق تصنيف المكبرات والمواصفات الفنية وأنواع المكبرات وطرق الرب إن شاء الله في الحلقات اللي جاية هنتكلم بالتفصيل بقى إن شاء الله عن المنهج ونعرف كل دايرة طريقة عملها ومميزاتها عيوبها استخداماتها ويعني ربنا يوفقكم واشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته